مرحب بطبيعة الحال لن يكون هناك مساء هذه الليلة حلقة من برنامج ديب توك ولن يكون هناك في الأسبوع القليلة المقبلة أي حلقات جديدة سيكون فريق عمل تفاصيل مجند بالكامل لمواكبة يوميات العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي يبدو أنه آخذ في التوسع هذه الليلة تحديدا وفي الموعد المخصص لبرنامج ديب توك أي عند الثامنة ونصف مساء بتوقيت بيروت أو ربما أكثر بقليل بحسب الجهوزية سيعرض تحقيق استقصائي أعده فريق عمل تفاصيل بعنوان غزوة البيجر هذا التحقيق سيتحدث عن كيف وضع المصاد الإسرائيلي منذ اليوم الأول انتهاء حرب تموز نصب عينيه هدف اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب بعد أن أدرك أن هذه هي نقطة قوته الرئيسية التي مكنته من القيام بعملية أسر الجنديين في عام 2006 سنتحدث عن تحديدا شبكة تترا وهي الشبكة التي أو مجموعة شبكات تترا وهو نظام اتصال تستخدمه الأجهزة الأمنية عادة والذي مول في لبنان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكان على ما يبدو مرصودا منها ومن الكيان الإسرائيلي طوال هذا الوقت سنتحدث عن الخطأ وربما الخطيئة الكبرى التي ارتكبت عام 2015 حين أوكلت مهمة تركيب نظام تترا لجهاز الأمن العام تحديدا إلى مؤسسة أمريكية على علاقة وثيقة بالجيش الإسرائيلي وتقوم بمساعدته في مجال التكنولوجيا والاتصالات ومجال التصنيع العسكري وسنكشف اسم الشركة وصاحب الشركة الذي قام بتنفيذ هذا العقد في لبنان وسنطرح السؤال الذي يفترض أن يكون هناك جواب عليه في وقت قريب من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل حزب الله بصفته بطبيعة الحال ولي الدم هو هل كانت شركة هذا الرجل هي الثغرة التي تسلل منها الموساد الإسرائيلي لتنفيذ غزوة البيجر ترقبونا مساء هذا اليوم